اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقنعني ان انا ممكن نعبد الاله من غير ما اشوفه موضوع سهل و بسيط ان شاء الله طب يا سيدي احنا لو جبنا طرفين سلك يعني انا عن نفسي هقولك حاجة عمرك ما سمعتها في حياتك لا من شيخ وانت بتقول انك سمعت لشوخ كتير وما اقتنعتش انا هجبلك حاجة من العالم بتاعك انت من المبدأ بتاعك انت متفقين متفقين هنجيب سلك هات سلك وخلينا نجيب فيشة في طرف السلك وخلينا نطلع طرفين نطلع طرفين من السلك تمام كده هنجيب فيشة ونطلع طرفين من السلك ونحط الفيشة في الكهربا في طرفين اكيد في واحد ارضي واحد كهربا صح 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 طب قول لي انت بقينك اني الارضي واني الكهربا يعني انت بقينك شوف الكهربا طلع من اني سلك هتقول لي ما تعرفش صح ازاي ازبتل مش تبقول فيه كهربا؟ اه طب ازبتل انت مش شايف؟ انا مش شايف ازبتل فيه كهربا انا مش زعوه برضو بتقهرب انا عايز اشوف الكهربا انا الكهربا عايز اشوفها بقيني انا عشان ايقن فيه حاجة اسمها كهربا لو شفتها بعيني هول اصح دي دي كهربا لاتنا مش شفتهاش اصدق ازان فيه كهربا مش هنصدق صعح؟ طب خدي كمان لو خدتك وطلعنا على المقابر مثلا يعني خدتك كده وروحنا عند المقابر فتحنا المقابر وطلعنا بصة طلعنا واحد ميت وعدنا لو انت ناكله علق من هنا لبعد بكر يعني من هنا ما شاء الله لمية سن قعدنا نضربه هيحس؟ مش هيحس صح؟ طيب لو لمسكتك انت ضربتك انت يا اخونا الملحد لو مسكتك انت ضربتك هتحس؟ هتحس ليه؟ ليه هتحس؟ قول لي ليه انت هتحس؟ ها؟ هتحس ليه؟ عشان فيك روح صح؟ صح؟ طب انا مش شايفة الروح بتاعتك دي فين هي الروح؟ اثبتلي انك فيك روح يعني روحك دي في ايدك هنا ولا في زورك ولا في عينك ولا في راسك ولا في رجلك هي فين الروح؟ طيب انت فيكش روح اثبتلي انك فيك روح وان الميت ده وقت ما فيوش روح روحوا فين هي ايه؟ روحت فين ها؟ اثبت اثبت انت بتقول انت عايز تشوف حاجة انت عشان تتأكد منه طب انت بتقول فيك روح وانت مش متأكد منها انا مش شايف ولا انت شايف ولا انت تعرف فين اه اشوف سبحان الله العظيم تخيل بقى تخيل ان كل البشر وما غير البشر وما غير ذلك من روح الله سبحانه وتعالى يعني والله تعالى المسل الأعلى تخيل احنا بشر روحنا يعني ما فيش نقطة مش هقولك نقطة في محيط البعودة اللي فيما فوقها اللي ما بتشافش دي تقريبا نقطة في محيط وحاجي لك تاني للنقطة دي هشرح لك حاجة تانية اكبر هتفهم احنا فين بالزبط تخيل انت روحك انت مش شايفها ما بالك من روح ربنا سبحانه يا روح الله الله عز وجل هتشوفه ازاي وانت مش شايف روحك انت ولا تعالى المسل الأعلى طيب خب بالك برضو القرآن بتاعنا القرآن عندنا من 1400 سنة 1400 وكسونة عندنا 1000 ونص سنة تقريبا قال لنا ان النجوم والكواكب في فلك يسبحون حلو كده بسم الله عز وجل الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل وسابق النهار وكل في فلك يسبحون يسبحون سباح شوف الوصف الدقيق اتعملت الابراج اللي بيشوفوا بيها النجوم والكواكب والرصد وغيره اكتشفوا فعلا يا دي تس محمد لو يجبنهانا على الشاشة بعد اذن حضرتك بص على الشاشة وغيرها لك اكتشفوا ان الكورة دي سبحان الله بص احنا مكاننا في الكورة يعني الكورة الارضية احنا احنا كلنا مكاننا في الكورة الارضية بص هتبقى عاملة ازاي بص هيجهز بس اقول لك مكاننا في الكورة الارضية احنا قديه كورة مجموعة بص في الكورة الارضية ماشي اسم حامل ماشي بص مكاننا قديه كل دي كواكب اكبر مننا متخيل الحاجة ماشي 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 جرد 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 كمان جرد بص كل دي والشمس في النص وفي اكبر من الشمس كم كم كل دول اكبر جرد شوية جرد شوية اخرج برا المجموعة جرد شوية كل دول اكبر بص دي كل دي كواكب في المجموعة بتاعتنا بس كل دي كواكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا بس اخرج كمان بس محمد كمان 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 اخرج على المجرة كمان بس كل دي كل دي ماشاء الله الكواكب ماشي ماشي كل دي كل دي احنا مجموعتنا بس الاكبر في الاكبر في الاكبر في الاكبر في الاكبر ما شاء الله الغاية لما تخرج على المجرة بتاعتنا اخرج اسم محمد لغاية المجرة تمام بص بين كل كوكب وكوكب سبحان الله بص تحس ان الكوكب الكبير اللي بعده ده هياخد كل الكوكب اللي قبلها دي يبلعهم بص كل الكوكب دي يبلعهم كمان بص هيفضل ماشي لوقت لما يخرج لك على المجرة يعني هيفضل ماشي بالفيديو لوقت لما يخرج لك على المجرة بص المجرة دي واخد الكوكب دي كلها بص المجرة دي قدي دي بص بص كده دي ماشي ماشي كمان بص سبحان الله بص دي حاجة سبحان الخالق سبحان الله العظيم كمان كمان بص في مجرات تاني كمان كمان يعمل زون كمان 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 بصت ليه بص مجرات ونقطه ايه ده ايه كل ده مجرات مليارات 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 كل دول فين? في فلك. بيعملوا ايه? بيسباحوا. بيلف حولين نفسهم. ارض بتلف حولين نفسها. بتلف حولين الشمس. والكوكب بتلف حولينهم. كلهم بيلف حولين بعضهم. والمجرة دي كلها بتلف حولين بعضها. وماشية. المجرة ماشية فين? في الفلك. وكل المجرات دي ماشية في الفلك. بس قده. بس 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 بس. سبحان الله العظيم بس قده. ولا حاجة. ده ده مش الكون. ده ده ولا حاجة. ده كل ده الفلك بس او الفلك. بس كل ده فلك بس سفينة بس طبعا احنا كاننا في سفينا فلك بص بص كل دول فيه سبحان الله العظيم ضرب التبانة وما تبناش ومش اعرفوا مين بص كل دول بص قد ايه بلايين بلايين وطبعا الحاجات دي ما خلقتش عبسا حاشا لله والله تعالى الحاجات دي حنبقى نتكلم عليها بعدين نعمل لها حلقة بعدين نقول الأكوان الموازية يعني بأمر لو بص الأكوان الموازية بص أكوان قد ايه هنتكلم هنتكلم تمام اسم حام هنتكلم عن الأكوان الموازية هنتكلم عليها ونقولك فكرتها وقصة الأكوان الموازية دي مش احنا بس على قصتنا في الأرض أو في الأراضين ما علينا ده موضوع تاني وحلقة تانية تخيل كل دول كل اللي حولك شايفهم دول ما يجوش حاجة جنب السماء الأولى يعني كل دول ولسه انت مطلعتش للسماء أصلا أصلا لسه مروحتش للسماء تخيل؟ تبتخيل انت البليارات اللي احنا عرضناهم دي حط عليهم قدوهم البليارات البليارات وفوق ما تتخيل عشان توصل بس للسماء الأولى هتضعفهم عشان تنصل للتانية وأضعاف الغات لما توصل للسبعة هتكل اللي احنا قلنا دا كل اللي احنا قلنا دا ما يوسعش الكرسي يعني يعني وسع كرسي والسماء والأرض سبحان الله العظيم كرسي المولى عز وجل وسع السماء والأرض يكون له بالمجرات بكل اللي احنا قلنا ده ماوصلش للكرسي اصلا يبتلعهم الكرسي سبحانه وتعالى غير بالملاء الاعلى الكرسي غير الملاء الاعلى سبحان الله العظيم الملاء الاعلى ده سبحانك يا رب فتخيل بقى انت روح قد كده في وسط المكان ده اللي احنا شرحناه انت روح في وسط حتة أرض يعني تبتلعنا كلنا احنا روح واحدة في وسط أرض تبتلعنا كلنا اللي في وسط مجرة تبتلع الأرض والكواكب اللي في وسط مجرات اللي في وسط بلايين اللي في ضرب اللي كل ده يبتلع اللي احنا أصلا ده كله يعني انت أصلا فيها لا تذكر يعني مش لا تذكر ايه ما فيهاش أصلا وعايز تشوف بقى سبحان الله والله تعالى مساءة عادة روح الشاي الكل دة روح الخارق كل دة روح اللي أوجد كل دة اقنع انت ازاي بقى انت روحك انت مش شايفة فعايز تشوف روح المولى سبحانه وتعالى عشان تعبضه ازاي على ما اعتقد اقنعتك صح اقنعتك يقينا اقنعتك ما فيهاش كلام انا قلتلك هتسمع عني بفضل الله اللي مش هتسمعه عن اي حد تاني مش هتسمعه عن الشيخ قاله لك تاني ما تستضعفنيش او تستصغارني الحمد لله رب العالمين يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب الله عز وجل يؤتي الحكمة لمن يجاء ومن قطي الحكمة فقد قطي خيرا كثيرا الحمد لله رب العين محمد لو نفتح المكالمات عفوا لو حد عنده حاجة او حاجة اتفضل خش معنا مدخلات والله انا كنت مريض الحمد لله يعني وعندي شوية برد كده ما شاء الله من التقلبات رغم كده جيت ارد على سؤال اخونا الملحد ده والحمد لله اتمنى من الله سبحانه تعالى ان اكون رديت بشكل كويس وشكل مقنع كان مفروض حلقتنا زي ما قلت هنتكلم عن المنجمون او بمعنى اصح الستاذ الالعب لطيف يعني في معرفة بينه وبينها على تيك توك يعني الموضوع برضو يعني ان شاء الله مش هيخصه شخصيا احنا ما بنخصش اشخاص معينة احنا في غيرها كتير في عربي غير عربي في مسلم غير مسلم بيتكلموا عن القصة دي فمش هنذكر حد بعينه يعني مش هنتكلم عن حد بعينه لكن زي ما قلت استوقفني اخونا الملحد ده برسالته دي بسؤاله ده فكان لازم عليش انا اسف ان اكانسل اي حلقة عندي او اكانسل اي موضوع وكان لازم اكلمه في الموضوع ده لانه فعلا فعلا يعني هو عايز حد يرشده للطريق هو عايز حد يرشده للطريق ويقول لك انا انا بعبد حاجة مش هايفة فمهما انت حتخش عليه باحديث مش هايفهم هو مش مقتنع هتقول له ايات هو اصلا مش مقتنع بإلهك يعني مش مقتنع بربنا سبحانه وتعالى فحيقتنع بالاحديث والقرآن اللي انت اقلهله مش مقتنع مش هيقتنع ففكرة ان اي شيخ لما يخش له ملحد فيعدي يجيب له ايات من القرآن ونصوص من الاحديث هو طبيعة مولانا هو مش مقتنع اصلا بالإله فهيقتنع برسولك ومصحفك مش هيقتنع فانت حاول تقنعه بالكون زي ما احنا اقنعنا كده حاول تقنعه بملعبه يعني حاول تلعب في ملعبه حاول تتكلم في أرضه حاول تشوف هو يعني ايه قصته يعني فيه فيه اصلا ملحدين كتير عزيلا الله اياكم يعني كل واحد ليه فكرة شكل هم يعني هم عندهم حتى يقول لك ان احنا بنموت بنروح حياة تانية كل البشر كل البشر بما فيهم احنا يعني كل البشر عندهم اعتقاد ان هم رحيين حياة تانية احنا عندنا يقين ان احنا رحيين حياة تانية احنا عندنا يقين مش اعتقاد عندنا يقين ان احنا رحيين البرزخ فيه البرزخ ده هو حياة ما بين الموت والاخرة ما بين الحياة والاخرة إحنا أصلا كنا موتى فأحيانا الله ثم يومتنا ثم أحيانا إن شاء الله فهي البرزخ ده وسط عالم وسط وبين اللي اتنين وعالم البرزخ ده في كتير جدا 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 من الشواهد يعني أنا قدرا كنت قاد مع ناس اللي اتنين اختلفوا واللي اتنين جايبين كل شيخ بيتكلم في حاجة في قصة عالم البرزخ إن إحنا بنموت فواحد يقولك إحنا بنفضل في القبر لأن تقوم القيامة يعني تقوم الساعة وجاب أحاديث من شيخ وحاديث عن نبي صلى الله عليه وسلم وغيره قال إن إحنا بنروح في عالم برزخ لا أعلم الله سبحانه وتعالى وعالم البرزخ ده عالم وجاب أحاديث واستشهاد إن إحنا حنقوم من مكاننا ونروح عالم برزخ ده صح وده صح عايزين برضو حلقة عن عالم البرزخ نعمله إن شاء الله بأمر لا يعني هنقولك ده صح إزاي وده صح إزاي هتقولك الموتى لما بيموت بيروح وشوف فلان لا مش كلهم بيروح وشوف بعضهم بالمناسبة يعني يعني مش شرط محمد مات راح يشوف حسامي اللي مات قبله لا لأنه هو أولا بيموت بيقعد في قبره الآن لما يسأل الأسئلة في بدايتها يعني وبعد كده يفك عنه يا أم أعزانا لله إياكم بيروح الهاوية والعزو بالله يعني تلاقي واحد ميت يروح يزور يعني بعد ما يخلص من حسابه يعني فمعنا مكالمة أحمد معنا اتفضل ياحمد ازايك يا سيد باسل الله خليك ياحمد ازاي حضرتك بحييت جدا على موضع حلقة النهاردة والله ربنا خليك الزحمد ربنا أعزك كان عندي استفسار بسيط بس اتفضل زحمد اتكررت معايا كم مرة كل الهام أحس إن حاجة مكتفاني بس فعايز أتفسر من حضرتك بقى إيه تحس إن حاجة مكتفك وإنت نايم ولا غير النهاردة أه وأنا نايم طيب حاضر ماشي اللي بيكتف الإنسان هو نايم ده حاجة اسمه الجسوم الجسوم ده معروف في ناس يتكلموا عنه أنه هو طبي وقاله طبيا وفسولوجيا ومش عارف إيه والكلام ده ولكن هو في الحقيقة شيطان نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على الجسوم إنه هو شيطان طب ليه بتحصل للحالة دي؟ ليه بتحصل للحالة دي؟ يعني محدش عارف السبب بالزبط لكن أنا يعني من كتر ما تسألت السؤال ده ومن كتر ما ناس كتير تكلموني فبقيت أسأل طب أنت عملت قبل ما تنام طب عملت كذا طب كذا طب كذا فالسنتاجات اللي أنا استنتجتها كلها أولا اللي بيجيله الجسوم ده ممكن يكون نايم على غير طهرة ده ده أول طليعة كده بسم الله الرحمن الرحيم ممكن يكون نايم على غير طهرة طب أنا والله متطهر ونايم ومتوضي ومصلي وخيام الليل وكل حاجة ونايم وجالي جسوم طيب في الحالة دي في الحالة دي إن جالك جسوم وإنت مصلي ومتوضي ومشاء الله وميا ميا إنت عندك مشاكل والمشاكل خنأك لدرجة إنها وصلت للبلعوم خلاص هي وصلت معاك للآخر فمن كتر حزنك اللي بتشيره في نفسك سبحان الله العظيم يجذب إليك شنطان الجسوم خلاص أنت عارف اللي هو أنت مش طاق نفسك وعس تنتحر بيقول لك أن أخذك بالمرة أنتحر يعني أخليك تنتحر بالمرة طيب سبحان الله لما بيجي الإنسان الجسوم بيقعد يتذكر الآيات يتذكر الآيات فيفك عنه طب واحد بيقول لي طب يا سيد أنا مش مسلم أنا مش مسلم وجالي جسوم ففضلت قعد يعني يشدني واشده في المنام كده وبعد كده أفك عني قل لك والله دي إرادة المولى سبحانه وتعالى دي إرادة المولى هو ربنا أخبرنا عن نبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي لما إيجينا جسوم زي كده سبحانه الله القلب المضغل في القلب عندنا هي اللي بتذكر الله سبحانه وتعالى هي على طول أوتوماتيك من غير تدخل منك من غير حتى ما توشفش وغير بتاقي ما يحاك هي أوتوماتيك بتذكر الله سبحانه وتعالى فيتفك عنها الجسوم طب أنت بقى غير مسلم أي إن كان دي أنتك ده قدرك إن لسه ليك وقت تعيشه قدرك إن الله سبحانه وتعالى كاتب لك وقت تعيش طب مش معنا المسلم ما يمكن قدره برضه قدره قدر المسلم برضه إن لليه وقت يعيشه ده قدره قدره ما فيهاش كلام بس سبحان الله احنا نخلنا بالأسباب احنا لابن بناخد بالأسباب معنا اسم محمد بن إينا تفضل بس محمد السلام عليكم عليكم وصلاح وماركاته كل رسالة طيب والأم الأسلامية بخير وحليك طيب يا رب إن شاء الله تفضل أحبت عندي تلت أسئلة حضرتك عدس أهل لو حصلتهم حضرتك حكون ملحد ولا إن شاء الله أو اختراع يعني هو ابتكارات حضرتك السؤال الأول سمعني يا فندم سمعك تفضل السؤال الأول حضرتك السماء السبعة أو آخر سماء هل هي ملموسة أولا يعني كشيء ملموس كيدار يعني ممكن يتلمس باليد كده كطبقة مقفلة وهل حتى توصلها ولا والسمكات الأولى والتانية وكذا هالطبقات تختلف والمجاز بتاعهم هذي عشان يقارب من يدي التانية والتالتة خلينا نرد عليك سؤال سؤال لا سؤال يا فندم عشان وقت الحلقة بس خلينا نرد عليك سؤال سؤال حاضر هرد عليك سؤال بلاش نروح السبعة السبعة نروح السبعة ليه أنت عندك الكرة الأرضية الغلاف بتاع كرة الأرضية أنت شايفه؟ غلاف الكرة الأرضية أنا معرفش كم طبقة أرض والحدود فين ساعة لا 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 الغلاف بتاع الكرة الأرضية الغلاف بتاع الكرة الأرضية أنت حالك شايفه؟ لا يا فندم حالو الغلاف ده ليه بوابات أنت شايفها؟ لا يا فندم جميل يعني معنا كده لو أطلقنا صاروخ دليل كلامي لو أطلقنا صاروخ من المكان اللي احنا فيه دلوقتي المدينة الإنتاج من مصر هل الصالوخ هيطلع ولا هيضرب في الغلاف الفرق مش هي عدد يا فندم تمام حضرتك بس حدود هي الفرق ايه اللي خلي viene حضرتك الفرق بين السماء الاولى والثانية المسافات ما نبولي حالك ايه؟ ما نبولي حالك ايه؟ احنا عنروح السماء البيينة الليه؟ احنا مروحناش السماء ليه نروح السماء؟ خلينا في الكرة الأرضي في الغلاف بتاعنا والغلاف بتاعنا هنش شايفينه تمام يا فندم السبع أراضيين السبع حضرتك كل الأرض بين دي أيها المسافة دي أيها الساعدة في العلمي الصباح أراضين دي عزح الأدنية أنا حتكلم عنها السؤال الثاني الاني الشمس حضرتك بأن عامل كيميائي في مضار بين جذبية الأرض والسماء هي حيث متربينه أولا سبحانه وتعالى لكنها عاملية جذبية أرضية ساعدتك اللي بخليه السماء لي حقا الشمس أرض تقع بين الأرض تقع الأرض والسؤال الثاني حدرتك لو أنا ابتكرت جهاز أفكار رسم المخ وقدرت أبرني الفكرة وترجيمها لحقيقة هل هو من علم الغيبيات ساعدتك؟ طيب أنا أستاذنك بس خلينا بس واحدة واحدة بس عشان قصة الشمس أنت بتقول الشمس إزاي موجودة ما بين السماء والأرض صح؟ تماما فإن أولاً الشمس ما لهاش علاقة بالسماء خالص السماء دي في موضوعه وإحنا في موضوع تاني اللي إحنا عرضناه على الشاشة لو يرجع محمد معلشة القاسف يعني لو يرجع للشاشة ملهاش علاقة بالسماء خالص ده اسمه كون فلك اسمه فلك كون إحنا عندنا حاجة اسمها مجموعة شمسية لو كل مكان له شمس لو كل مكان له شمس لو مجموعة شمسية المجموعة الشمسية دي مكان حالتك الشمسي عامل كمياء جاذبية بين الأرض تدور في محور واحد ساعدتك ولا ساعدتك يعني هي حكمة ربنا أولاً حكمة ربنا إحنا اللي بندور حاليه الشمس إحنا اللي بندور باللف والشمسي بتلف كمان في الكون إحنا كلنا بندور على بعضنا بنلف على بعضنا كم بص عليك الأكواني هي امشي اسمه محمد واحدة هتلاقي الشمس في وسط يعني الشمس هتلاقيها ماشية بالترتيب في وسطهم يعني رابع أو خمس كوكب هتلاقي الشمس ومعكياه في الكواكب تاني وراه بص امشي امشي هتلاقي الشمس ومعكياه وراه امشي اسمه محمد فهم قصدي هي من الشمس ده كوكب الشمس دي كوكب الشمس كوكب كوكب زائع زى الكواكب مرسوسة ايه مع الكواكب والامر كوكب احنا الارض بتاعتنا احنا وعليوا ما بين الاتنين عشان في مجموعة شمسية بتخرب علينا الشمس لل الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل وصابق النهار ولا هو الأمر الليل ولا هو الأمر والشمس اللي هو النهار يعني سبحان الله العظيم يا ليت تدرك دي ولا الليل يسبق النهار سبحان الله وكل في فلك يسبحون والاتنين وكل والخمسة والعشر والمجموعة والمليارات من الأكوان دي كلها في الفلك بتسبح كلها ماشية تسبح سبحان الله العظيم عارف عامل زي ايه هقول لك عامل زي ايه انت حضرك معك طوق معك طوق ونزلت انت نطط في المحيط تخيل الطوق ده حينجيك من المحيط الكبير او ده متخيل مع امواجه وطلعه ونزلع انت متخيل القصة عاملت ازاي او على اقل انت تشبست بيه هي نفس القصة انت هي الشمس والارض عاملة زي ايه زي جاذبية سبحان الله العظيم الجاذبية دي ولدتها الالكترينيات اللي حراك بتتكلم فيها دي الايونات اللي انت حراك بتتكلم فيها دي هي دي اللي ولدتها الجاذبية سبحان الله هذا خلق الله عز وجل رب اسم هل يقول ايه واجعلنا لكل شيء سببا فاتبع سبب اتبع السبب هتعرف نتبع السبب نتبع السبب ايونات عامل زي ايه عامل زي المادة والجزر المادة والجزء تحريك لما بتروح صيف الصبح بتلاقي البحر فين بتلاقيه جوه تخش عشرين متر جوه تلاقي الماء عند رخبتك كده صح كده ده ليه ده ليه عشان الشمس ضغطت والقمر سحب الماء سبحان الله المادة والجزء تيجي بالليل خارج تتمشي على البلاج ولا البسين شوية تبص تلاقي الماء خرجالك خلاص هتخش لك على الفيلة جوه ولا حاجة صح كده ده من اين من الخصية من المغلطيس اللي حراك بتتكلم عنه ده سبحان الله العظيم اخر حيوة اسم محمد ولا انا ما سمعتوش اخر سؤال طيب وقت الحلقة طيب للأسف يا ريت عند حراك الصفحة بتاعتي بتاع الفيسبوك ابعتلي وانا هبعتلك اللي حراك عايزه وحقول لك عن لين انت عايزه كله بعمر الله تعالى ان شاء الله الحلقة الجاة بعمر الله برضو هنتكلم عن الأسرة ان شاء الله اللي أجلناها من الحلقة دي احباتي في الله ادومتم في رعاة الله السلام عليكم ورحمة وبركاته